بيبدأ الفيلم ببنت اسمها داني وبتكون شنغالة في مجال التصوير والفوتوشوب في سيركة اسمها ديبرافتي وبنشوفها وهي في المكتب مع المديرة بتاعتها وبتبلغها المديرة ان هي قرأت المقال بتاعها وشايفة ان هو سيء جدا ولما بتسألها داني عن السبب بتفكرها المديرة بان هي محررة صور مش كاتبة وبتقول لها تركز على مجالها وبتتريق عليها شوية قبل ما تسيبها وتمشي وبعدها بتخرج داني من المكتب وبتقابل زميلها في الشغل واللي بيكونوا بيتجنبوها دايما وبيبعدوا عنها وبتشوف كولين زميلها اليوتيوبر المشهور وبتبقى معجبة بيه ولكن مش بيركز معاها فبتتضايق وتمشي على مكتبها وبتقابل زميلها كليفن وبيكون ده الشخص الوحيد اللي بيحاول يقرب منها ولكن للأسف هي ما بتبقاش حاسة بمشاعر ناحيته وافترها للبيت بتتفرج على فيديوهات تساعدها ان هي تبقى كتيبة شطرة لان دي واحدة من الامنيات اللي هي بتتمناها وبعد شوية بتشوف داني زميلها كل النازل من العربية فبتروح تتكلم معاه يمكن تلفت انتباهه ويعجب بيها لكنه بيفتكرها من معجبينه فبتحس هنا باحباط لانه حتى ما يعرفش ان هي معاه في الشركة فبتقوله ان هي زميلته في الشغل وبتكذب عليه وبتقوله ان هي شغالة كتيبة ولما بتلاقيه مطنشها وبتحاول تلفت انتباهه بان هي حابة تطور من نفسها وهتسافر لباريس عشان تحضر حفلة تبع الكتابة فبيركز معها كل في الوقت ده وبتكلمه شوية وبعدها بتمشي وبترجع بعد كده لبيتها وبتفكر هتتصرف ازاي في الكتبة دي وبتحاول تعرف اسعار تذاكر الطيران لباريس ولما بتشوف الاسعار بتنصدم منها فبتجي لها فكرة وهي انها تستغل شطرتها في الفوتوشوب وتعدل صورها وخلفياتها لاماكن في باريس لحد ما الناس تصدق ان هي فعلا سفرت لباريس وبتتصل باهلها ومداريتها في الشغل وبتقولهم ان هي راحة حفلة مهمة في باريس وبتفضل تنزل صور لها في باريس وبتخلي كل حاجة ماشية بشكل منطقي لحد ما كل الناس بتصدق ان هي في باريس وبعد شوية بيجي لها اشعار على الانستجرام بتاعها وبتعرف ان خطتها نجحت لان كوليم بدأ يتبعها وبتنبسط من نفسها جدا عشان قدرت تلفت انتباهه ولكن تاني يوم بتصحى داني على كمية رسائل كبيرة جدا من اصدقائها عشان يتطمنوا عليها بعد ما عارفوا ان في مجموعة ارهابية عملت انفجار خطير في نفس المكان اللي داني كانت المفروض نسفراله فبتكلم والديتها وبتحاول تطمنها عليها وبتفكر تعترف لهم بالحقيقة بس لما بتشوف رسالة من كوليم بان هو عاوز يطمن عليها بتغير رأيها وبتقرر تكمل في كتبتها وبترد على كوليم وبتقوله ان هي كويسة وبتنزل فيديو وبتقول فيه ان هي قدرت تنجوا من الانفجار ده بمعجزة وان هي مش عايزة حد يقلق عليها وبعد كمي يوم بنشوفها وهي في المطار وبتتحرك معهم عشان تمثل ان هي كانت في باريس ورجعة وبيستقبلها اهلها في المطار وبيحضنها والدها وهو بيعيط وبيروحوا للبيت وبيفضل والدها حزين لان هو كان هيخسر بنته وبتتكلم معها والدتها وبتسألها لو شافت الانفجار فبترد داني عليها بان هي شافته وان هي متأثرة جدا من ساعة ما شافته فبتتأثر والدتها ووالدها جدا وبيحاول يهونوا عليها شوية ومن الوقت ده بيزيد اهتمامهم بها جدا وبيديها والدها فلوس كتير وبيقول لها تشتري اللي هي عايزاها وبالليل بتدخل والدتها لقودة بتاعتها عشان تطمن عليها وبتقول لها ان هي بتحبها جدا وبتعرفها قد ان هي فخورة بيها وتاني يوم بترجع للشغل بكل النشاط وبتخطف انظار كل الموجودين وبتوقفها المديرة وبتتكلم معها وبتقول لها ما تضغطش على نفسها في الشغل ابدا ولو حبت ان هي تمشي بدري تقدر تمشي ولو حبت كمان تاخد يوم او يومين اجازة مفيش ادنى مشكلة وبتعتذر لها على الخلافات اللي كانت بينهم وبتقول لها قدام الكل ان هي شخصية قوية وبتزقف لها هي وزميلها في الشركة وبيباني ان اداني مبسوطة لان هي لقيت الاهتمام اللي كان ناقصها وبتطلب من المديرة تسمح لها بكتابة مقال عن تجربتها في الحدثة وبتقول لها ان ده هي سعيدها تتخطى الالم بسرعة فترد عليها المديرة وبتقول لها ان هي مفقة جدا وان كمان الشركة بتاعتهم هتتشرف بان هي تكتب على المنصة بتاعتهم وبتقول لها ان هي كانت بتقصو عليها زمان عشان تطلع الكاتبة اللي جواها وبعدها بيتجمع زميلها في الشغل وبت بتقول لهم قد ايه كان يوم جميل لحد ما ظهر راجل غريب لابس جاكت واسع وبتقول لهم ان هي حسط باحساس غريب وكان احساس سيء جدا وكان لازم تمشي وقتها من المكان ده وبعد ما مشت من المكان حصل الانفجار وكان المسؤول عنده الراجل ده وبعد شوية بيجي كولن يطلب من داني يتكلم معاها فبتروح له وبتقول له ان هي مبسوطة لان هي عايشة وما حصلهاش اي حاجة في الحدثة وبيبقى واضح ان فيه بينهم نظرات وبيباني انهم معجبين ببعض فبتروح داني وهي مب تنتبهها كولن وبتركب المترو وبتقلب في تليفونها عشان تشوف عدد المتابعين اللي عندها وبتبقى مبسوطة اكتر بسبب شهرتها وفجأة بتتخيل واحد ارهابي اللابس جاكت واسع فبتتخض داني وبتتحاول سعادتها الخوف وبعدها بتوصل للبيت وبتعمل بحس عن الناجين من الانفجار وبتروح لمجموعة للناجين عشان تعرف تفاصيل عن الحادث وتعرف تقلب كتبيتها كويس وبتقعد معهم وبتسمع كلام المجموعة عن اليوم ده وبتتكلم داني وبتقول لهم ان هي مش هتقدر ت تحكي قصتها علشان هي لسه متأثرة بالحدثة وبتتعرف على روان بعد ما عرفت ان هي شخصية مشهورة وبتطلب منها رقامها او حساب الانستجرام بتاعها علشان يبقوا اصحابه ويتكلموا مع بعض وبتوافق روان وبياخدوا ارقام بعض وبترجع بعد كده داني لبيتها وبتعمل بحس عن روان وبتعرف ان هي نشطة في مجال السلامة من الاسلحة وبتسمع لها اخطاب وبتعرف ان هي شعيرة ومؤسرة اجتماعية وتاني يوم داني بتقابل روان وبتطلب منها يتماشوا مع بعض وبتطلب داني المساعدة منها بخصوص المقالة اللي هتكتبها فتوافق وبتاخدها لساحة الغضب وبتقول لها ان المكان ده بيساعدها ان هي تطلع الطاقة السلبية اللي جواها وبيفضلوا ويكسروا كل حاجة قصادهم في الساحة عشان يخرجوا الطاقة السلبية دي وبترجع داني لبيتها عشان تكتب المقال بمساعدة الكلمات بتاع روان وبتألف قصة حزينة جدا وبيتم نشرعها على منصة الشركة ولما بيقروا زميلها في الشغلة ومدارتها القصة دي بيتأثروا بها جدا وبتعجب رو على حسابها الشخصي عشان تساعد داني ان هي تبقى مشهورة وبعدها بيروحوا لمجموعة للناجين ولما بيسألوا داني عن احساسها بترد عليهم بان هي ارتحت نفسيا بعد ما اعترفت في المقال ان هي مش بخير وبتقول لهم ان هي مبسوطة لان هي شايفة المشاهير بيستخدموا مقالها في الكلام عن صدمتهم وبتقول لها روان خلي بالك لان الشهرة لها ضريبة وان الناس ممكن تقلب عليها بسرعة وساعتها تبقى مكروهة ولكن بترد عليها داني بان هي عادت باسوأ من ده بكتير وبعدها بيخرج وبيتنشو مع بعض وبتقول داني لروان ان هي السبب الرئيسي في انتشار المقال فبتحذرها روان تاني وبتقول لها تخلي بالها لان في اوقات الانترنت بيحاول الضحايا المجرمين وبعدها بتسيبها وبتدخل مدرستها وبنرجع للشركة وبنشوف مديري الداني وهي عامل احتفال لها مع زمائلها بمناسبة نجاح المقال بتاعها وبيجي كليفن وبيقول لها ان مقالها تداله الشجعة في الكلام مع الناس حواليه وبعدها بيظهر كولين وبيطلب من كليفن ان هو يتكلم مع داني الوحدهم وبيقول لها ان هي محظوظة بدعم روان لها لان هي ساعدت في انتشار المقال بتاعها جدا وبيطلب منها تحضر معها حفلة في نهاية الاسبوع لان هيبقى فيها شخصيات مؤثرة في المجتمع وبيسألها لو تحب يكتب اسمها في قيمة الحضور فبتقول له ان هي موافقة فبيطلب منها رقم تليفونها وبيقول لها ان هو هيبعت لها التفاصيل عليه وبيجي معادة الحفلة وبتقابل داني كولين وبنشوف الكل بيحاولوا يتصوروا معاها لان داني في الوقت ده بتكون مشهورة جدا وفي الوقت د بيبقى كولين معجب بها جدا وبيقول لها ان هو عايز يفضل معها وجمبها وفي الوقت اللي بيصورها كولين بيظهر لها طيف الارهابي صاحب الجاكت الواسع اللي ظهر لها قبل كده في المترو وبتكون خايفة منه جدا وبتمشي من الحفلة وبتحاول تتصل بكولين بس مش بيرد عليها وبتعرف ان هو مع صاحباته البنات فابتزعل وبتروح بعد كده تقابل روان بعد ما بعتت لها عنوان المكان اللي هي فيه وبيلعبوا مع بعضه وبتنبسط بالوقت اللي بتقضي معاها وبعدها بيتماشوا سوا وب بتقول دانيل روان ان هي فرحانة وبتشكرها على الوقت ده وبعدها بتطلب منها انهم يتقابلوا الاسبوع الجاي لكن روان بتعرفها ان هي عندها تحضيرات لخطاب مسيرة مهنية ولازم تحضر له فبتعرض عليها داني ان هي تساعدها في كتابة الخطاب وبتحاول تقنعها بان افكارهم متشابهة ويقدروا يقدموها مع بعض فتوافق روان على عرضها وبتحضنها قبل ما تمشي وبتكون معتابرة داني اختها وبنشوف تاني يوم زميلة داني اللي اسمها هاربر وبتكون دخل مكتبها وبتطلب منها هتعدل لها المقالة بتاعتها عشان تنجح وبتقول لها داني ان هي مش هتقدر تشتغل عليها غير بعد الاسبوع الجاي ولازم تمشي حالا عشان تلحق المسيرة مع روان وبتقابل داني كولن وهي خارجة من المكتب وبيحاول يتكلم معها وياخد منها معاد عشان يقابلها ولكنها بترفض وبتقول له ان هي مشغولة فبيستغرب من اسلوبها ده وبعدها بتمشي وبنشوف هاربر وهي دخل مكتب داني وما بنعرفش هي دخلها تعمل ايه في المكتب وبعدها بتقابل داني روان وبيروح مع بعض الم سيرة وبيكونوا متحمسين جدا وبتبدأ الناس تشجعهم وتهتف ليهم وبعد كده بنشوف روان بتدي المايك لداني عشان تبدأ الخطاب ولما بتتكلم بيزهر لها طفل ارهابي فبتتوتر وبتفقد تركيزها وفجأة بيلاقوا علعاب نارية بتتريمي عليهم فوق المسرح فبتخاف روان وبتنهار وبيضطر الرجال الامني شلوها ويهدوها المستسفى وبتدخل داني عشان تطمن عليها وبتشوف ان هي حزينة بسبب هجوم الناس عليها على السوشيال ميديا وانهم بيقولوا عليها ان هي ش تخص جبان وخافت من شوية تلعاب نارية وبتحاول داني تهديها وبتفكرها بكلامها لما قالت لها ان الانترنت ممكن يحول الضحايا الاشرار وبتستغرب روان من سبات داني لان هي ما تأثرتش رغم ان هي مرت بحدث انفجار من قريب وبتحكي لها روان ان هي ما استحملت في الموقف لانه فكرها بانفجار مدرستها ايام زمان وبتسيبها بعد كده عشان ترتاح وبتمشي والتاني يوم بتروح هاربر لبيت داني وبتقول لها انهم لازم يتكلموا وبخصوص موضوع باريس وبت بتعرفها ان هي عارفت كل حاجة وان هي ما ساكرتش وان كل ده كدب ولما بتحاول تقنعها بان الكلام ده غلب بتطلع لها هاربر للاب توب بتاعها وبتعرفها ان تصرفاتها كانت غريبة من بعد رجوحها من باريس وبتفضل هاربر تلومها على كبها لحد ما بتنهار داني من كلامها وبتطلب منها ما تعرفش حد وبتعرض عليها فلوس ولكن هاربر بترفض وبتدي لها خيارين الاول ان هي هتكتب مقالة وتفضحها فيها والخيار التاني ان هي هتدي لها فرصة تعرف الناس الحقيقة وبتقول لها ان قدامها ي ومين تختار فيهم وبتعرفها ان هي لازم تعتذر لروان وبتسيبها وبتمشي وبتقعد داني تفكر في حل المشكلة دي وبتكرر تكلم روان وتعتذر لها ولكنها ما بتقدرش وبتكرر ان هي تعمل مقال للكل وتعترف فيه على كتبها وبتقول ان هي كتبت عليها ومعدلت على الصور بتاعتها عشان تباني ان هي سفرت والحقيقة ان هي كانت قاعدة في البيت وما كانتش تقصد اللي حصل ده وان هي عمل الكل ده عشان تلفت انتباه كل ولكن الموضوع خرج عن سيطرتها وبعد ما بتخلص كتابة المقال بتنشره وبتروح لها روان في المكتب وبتفضل تلومها على اللي عملته وبتقول لها ان كل الناس بقوا بيهجموها اكتر وشايفينها دلوقتي كدبة زيها فبتحاول داني تعتذر لها لكن روان ما بتكونش حابة تسمع منها اي كلام وبعدها بتدخل مدير الداني وبتطردها برا الشركة وبعد كده بنروح لبيت داني وبنشوفها وهي محبطة وحزينة بعد ما شافت هجوم كل الناس اللي تعرفهم عليها وبتدخل في فترة اكتئاب بسبب ده وبتروح لبيت اهلها وبتفضل كمان والدتها بتلومها على اللي عملته ولما بتخرب والدتها بيجي والدها وبيحضنها عشان يهون عليها وبتمسح داني بعد كده كل حساباتها من على السوشيال ميديا وبعدها بفترة بتحضر جلسات للدعم النفسي عشان تتكلم عن حالتها لان هي ما بقتش تحب نفسها وبعدها بنشوف داني في حفلة شاعر الروان وبتقول ان القصيدة دي مختلفة عن اللي هي كانت ناوية تقولها وانها تبقى قصة شوية بس لازم تحكي قصتها وبتبدأ القصيدة بعتابها لداني على تمثيلها عليها وتصنعها للمشاعر وبت بتستغل لحد اسمات فيه ناس كتيرة عشان تبقى مشهورة وبتقول لها ان هي كانت معتبرها صداقتها فعلا وكانت دايما بتدعمها وكانت مستنية في المقابل مشاعر صادقة مش ان هي تستغل لها عشان تنزود شهرتها وبتقول كمان ان رغم كل حاجة وحشة حصلت بسببها اللي ان هي بتشكرها عشان بسببها هي بتقول القصيدة دي وانها تقدر تسمحها لكن مستحيل يرجعوا اصحاب زي الاول وبعد ما بتخلص القصيدة بتنزل تحضن والدتها وبيسقف لها كل الموجودين في القاعة وبيكونوا متأكدين من ص صدقها في الوقت ده ومشاعرها الحقيقية وبتمشي داني بعد معرفة ان ايه خسرت اعز اصدقها بالسبب كدبها ملهاش لازمة وبيخلص الفيلم